اشتركوا في القناة حول مبادرة تسريع إدارة إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 بحضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس جنوب إفريقيا ورئيس وزراء النوروج ورئيس راوندا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد نقلت سعادة وزيرة الصحة تحيات ومباركة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة إطلاق مجلس التيسير الذي يعكس التعاون العالمي غير المسبوق بين الأمم وأمنيات سموه للمجلس الموقر بكل التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة من أجل القضاء على هذه الجائحة وأشادت وزيرة الصحة بهذه المبادرة التي تدعو للالتفاف العالمي تحت هدف نبيل موحد من أجل دعم الإنسانية مؤكدة على أن تلك المبادرة تعد دليلا واضحا على دعم منظمة الصحة العالمية الجهود الدولية والعالمية المبذولة وتأكيدا على دعوتها لتسريع إنتاج لقاحات كوفيد-19 ووسائل تشخيصها ونشرها على نحو منصف بما يعزز من تذليل العقبات التي تواجه دول العالم جميعا للتصدي للجائحة أكدت الوزير الصالح في كلمتها خلال الاجتماع الرفيع المستوى على اهتمام حكومة مملكة البحرين بالقطاع الصحي وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنمية الخدمات الصحية المقدمة وفق أحدث الأساليب العالمية بما يعزز من إمكانات وقدرات الحكومة في مجال توفير رعاية صحية وطبية متميزة للمواطنين والمقيمين وأشارت إلى دعم البحرين لمبادرة تسريع الإتاحة بما يعود بالنفع على البشرية أكملها إلى ذلك تحدثت الوزير الصالح بإيجاز خلال مدخلتها عن الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتصدي للفيروس والتي كانت مرتكزا للنجاح في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 فكل ما تم تحقيقه بروح الفريق الواحد أسهم بشكل كبير في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين واستعرضت مجمل الإجراءات المتخذة من أجل منع تفشي الفيروس وجاهزية القطاع الصحي للتعامل مع حالات الطوارئ بشكل احترازي ونجاح البحرين في جميع المراحل الماضية والتي شملت توفير جميع الأدوات اللازمة وتسهيل تجارب السريرية وتوفير أفضل الخيارات التشخيصية والعلاجية الممكنة وتوافرها وفقا لأحدث الأدلة العلمية من أجل الحفاظ على الخدمات الصحية مع الاهتمام بمجال الدراسات والبحوث حول وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات وكشفت وزيرة الصحة عن تأييد الاعتراف بمجلس التيسير منتهزة للفرصة للتأكيد على أهمية دعم الدراسات والبحوث وضمان التوزيع العادل والمنصف عبر البلدان وداخلها من قبل أصحاب المصلحة والمانحين الدوليين لضمان المساواة في تلقي الخيارات التشخيصية والعلاجية وتلك المتعلقة بالتمنيع والحصول على إمدادات ومنتجات موثوقة ومناسبة وبأسعار معقولة مع تسهيل عمليات التعبئة والتجارة عبر الحدود بحيث يكون لدى الدول خطة واضحة للتنبؤ والتوزيع ليتم تضمينها في الميزانيات وأن تكون هناك سياسة دولية لشفافية والمساءلة يتم من خلالها دمج الأخلاقيات والسياسات وأولويات البرامج بما يضمن توافر الكميات المطلوبة للفئات المستهدفة في الوقت المناسب وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون على أهمية الوحدة العالمية واستمرار الجهود لمكافحة الفيروس والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن صحة وسلامة الإنسان والتمتع بأعلى مستويات الصحة وبشكل خاص حقبة ما بعد كوفيد-19 مثمنين جميع الجهود الجبارة التي يقوم بها منتسب القطاع الصحي حول دول العالم ومساهمتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس من أجل الإنسانية ترجمة نانسي قنقر